السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهاردة جابلكو احلى طبق ان شاء الله هنعمل فول بصارة البصارة دي احلى طبق تكليه كده وانتي عسلية يعني الف هنعشف المقادير نصد كيلو فول ما تشوش مخصوله منقوع من بالليل بصارة متوسطة فصين توم نعنع يابس او فرش يكون ضمة صغيرة كده والتقلية بصارة صغيرة وتوم وملعقة سمسم طبعا احنا بنخسل الفول ونقعه من بالليل عشان نتخلص من انزمات الضرر اللي في الفول الناشف تخسليه وتنقعه من بالليل وتاخد المياه بتاعته ترميه تغير المياه وتحطيه على النار وتبدأ الشغل تحط البهارات بتاعتك وبالاخص الكمون والكزبرة وبعد كده اي اضافات تانية انت حرة بقى اهم حاجة الكمون والكزبرة للكمون حلو في الهضم مع الحفول بالزاد حاغل المياه وحط فيها الفول المنقوع ومع معلقة بصل نية مبشور ومعلقة توم من ان انا عاملة للتقلية مجهزة للتقلية يعني بس يكونوا لسه ان تعمهم بيغير خالص الاكلة لما تحطيهم كده في الاول يعني كده هيبدأ يغلي الفول اول ما يبدأ يغلي هيطلع من فوق كده ريم ابيض متأغدي تشيله ازايا ما بتشيل ريم اللحمة انا هسيبه ويبدأ يغلي واشيل ريم ده حبة حبة ووره لكم بعد ما يخلص هنا خلاص كده انا شيلت الريم وهو شرب الميه كده واستواه هاضرابه في الخلاط أو بالهند بلندر وارجع لكم كده انا ضربته في الخلاط او عملته بالهند بلندر هحط له النعنع يابس او النعنع فرش انا ما عنديش فرش النهاردة هحط له يابس في ناس بتحط معها ملوخية نشفة نص معلقة بتديها طعم جميل جدا بس حسب زوءك انت ناس بتحبها بالتنين مع بعض وناس بتحبها بالملوخية بس وناس بتحبها بالنعنع بس انا حطة نعنع بس هنا حسب زوءك انت بس اكلتها بالملوخية جميلة جدا مع النعنع الملوخية والنعنع يعني الاتنين مع بعض هنا النعنع كان قليل حطيه التاني كده هزبط اللون بتاعها هي ريها لون حلو كده بيبقى ما هي ما تبقاش غمقى قوي ما تبقاش فتحة بيدا كده هو لازم تبقى متزبطة يعني الملوخية بتاديها طعم مسكر كده حلو قوي يا جماعة برضو بس الجماعة هنا بيحبوها بالنعنع بس بس كده لونها حلو قوي ما نحبهاش ازد من كده كده هعمل التقلية هحمر البصل اول ما يبدأ يدخل في اللون الدهب هحط مع التوم والبهارات واول ما قرب يخلص هحط مع معلقة سمسم مش محمر هحمرها مع السمنة عشان لو حطت محمر هيتحرق السمسم احنا بنحبه بالسمسم معرفش في الناس زينا ولا لأ سمسم مش محمر هيتحمر البصل هحط له البهارات بتاعته والتوم ومعلقة السمسم وما تحمروش جامد عشان ما يمررش وطبق حكاية حتات البهارات واسبها شوية بس تاخد ريحة وطعم ولون كده وخلاص كده يبقى التقلية بتاعتي جهز التقلية باخد نصها على الحلة كلها والنص بزواء بالطبق عشان طبعا الحلة كلها تاخد طعم التقلية حطت كده معلقة التوم حاجة بسيطة كده ريحة لانهو فيهات برضو ريحة قبل كده توم فحط معلقة بسيطة كده وحط معلقة سمسم كبيرة اختيار السمسم يا جماعة اللي مش عايز ما يحطش احنا بنحبها كده تعودنا من زمن كده بنعملها كده من ايام جديدش كده خلاص التقلية بقت مزبوطة ولونها حلو كمان نتحمرها شكتر من كده هتمرر وخافي على السمسم لايتحرق طبعا كده هاخد نص التقلية على الحلة كلها والنصها هزوق بالاتباق مع حبة كسبرة خضرة هقطعها فرش يعني خلاص كده هنغرف بص الجمال بص جمال الطبق بص جمال البصارة بص الحلاوة يعني مفيش بعد كده تاني يعني تبقى البصارة من الاخر والله اخر طعمه هدقوه دقوه جربوه ودقوه قولولي اللي مش بيحباها يحباها بألفة انا بشوفها اشتركوا في القناة هل قالوا غرفت لك? هل قالوا غرفت لك؟ هل قتل بالنبوذي هل سيتم فرمت لدي؟ هل رأيت